السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا طبعاً بنعتذر عن عدم ظهرنا في الأسبوعين الماضيين وذلك طبعاً لكثرة الصفر ومباريات دوري الناشئين الإقطاعي الأسكندرية والقاهرة طبعاً كل سنة هون طيبين بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبعاً ما ينساش الدوري العام ومنساش التهريج الزائد من الاتحاد المصري لقوات القدم تأجيل مباراة القمة عدم تأجيل مباراة القمة مباراة الأهلي حتتلعب مباراة الأهلي مش حتتلعب التساؤلات والجمهور في حيرة ولكن لابد من وقفة وقرارات حازمة لطبعاً عشان الدوري يشتغل كويس وعشان يظهر بمظهر كويس طبعاً ما ننساش طبعاً الحج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق طبعاً ما كانش فيه تأجيلات كان أصعب موسم الموسم الماضي أنا ما بطبلش ولا بتكلم ولكن كل واحد بياخد حقه طبعاً الموسم الماضي زي ما أنتوا عارفين كان أصعب موسم لإدارة مصابقات الدوري العام طبعاً كان خمس بطولات أو أكثر من خمس بطولات البطولة الأمم الأفريقية البطولة العربية بطولة كأس مص بطولة الدوري بطولة أفريقيا بطولة الكنفدرالية طبعاً في ظل هذه الدوريات طبعاً ولكن خرج الموسم الماضي حج عامر حسين بتلك المباريات إلى بر الأمان وتكملة الموسم على خير في ظل كثرة هذه البطولات ولكن من أولها مع عامر الجنيني حنشوف لسه هنشوف في إيه تأجيل مباراة للقمة لعدم التأجيل تساؤلات والناس في حيرة ولكن ننتظر الجديد طبعاً بداية القسم الثاني بداية الممتاز به طبعاً بدأ اليوم مباريات مجموعة بحري مش ما ننساش برضو لأن البرنامج طبعاً بيعرض جميع وكافة الأقسام بمختلف أنواحها وبمختلف مصابقتها وطبعاً ما ننساش قطاعات الناشئين وهي الأهم طبعاً برنامج ملاعب بلدنا بيكرر أن طبعاً أي حد عنده تقرير من أي مباريات في أحد الأقسام يريد يبعتها لنا وانزعوها سريعاً طبعاً مجموعة بحري والتي بدأت اليوم سماد أبو قير أو أبو قير للأسمدة يتعادل مع الرجاء بهدف لكل منهما مالية كفر الزياد ونادي غزل المحلة طبعاً مالية كفر الزياد وغزل المحلة طبعاً في ظل الظروف الطاحنة لنادي مالية كفر الزياد يقتنص نقطة سمينة من ممثل الفلاحين أو زعيم الفلاحين نادي غزل المحلة العريق الأولمبي طبعاً سقوط الأولمبي في ملعبه بعد تحقيق المفاجأة من قبل نادي ديكر نس والصاعد حديثاً للممتاز به وفوزه على الأولمبي بالأسكندرية بهدف نظيف نادي بيلا وفاركو بيلا وفاركو تعادل سلبي بين الفريقين طبعاً بيلا صاعد حديثاً للممتاز به بلدية المحلة ونادي العبد منهور التعادل واحد واحد في المحلة نادي الحمام والمنصورة تعادل سلبي بين الفريقين طبعاً بداية الدور الممتاز طبعاً في لقطة كده شابة يحجبوها لأة أو يحضروها طبعاً لقطة الأسبوع الكلب ينزل في مباراة مليك أفر الزيات ويجري وراء لعب غزل المحلة واللعب يجري تجاه راية الكورنان في موقف ظريف في مباراة مليك أفر الزيات وغزل المحلة طبعاً طبعاً ما ينفعش ولا يليق في هذه طبعاً الدوريات المصصية وبالأخص في دوري الممتاز لأن الممتاز به طبعاً له وضعه وليه كيانه ولكن من اللخطات الظريفة طبعاً ما ننساش برضو هزيمة الأولومبي طبعاً كل المباراة انتهت بالتعادل ما عدا مباراة الأولومبي والدكارنس الذي حقق المفاجأة بفوز على الأولومبي بهدف نظيف بالنسبة للمباراة القسم الثالث والتي بدأت اليوم ولكن في ظل الأمطار الغزيرة على مدينة القاهرة تم تأجيل أكثر من مباراة في محافظتي القاهرة والشرقية وذلك لهطول الأمطار الغزيرة مجموعة اسكندرية طبعاً لعبة اليوم نهضة العمرية تعادلت مع إيتي البارود بدون أهداف تعادل سلبي وكذلك الطرام يتعادل مع كوم حمادة بهدف لكل منهما كفر الدوار أو غز كفر الدوار يتعادل مع اسكندرية للبترول بهدف لكل منهما على ملعب غز الكفر الدوار نادي رشيد يخسر أمام جمهوره وعلى ملعبه من بدر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ميات البحيرة يتعادل مع ملك الشباب كوم حمادة بهدف لكل منهما طبعاً دي مجموعة الأسكندرية مجموعة كفر الشيخ مجموعة كفر الشيخ طبعاً في مفاجآت في هذه المجموعة من أول المباريات فوز سمنود على نادي دسوء العريق بهدفين مقابل هدف وفوز بورتنج كاسل على شباس الشهداء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد صيد المحلة يحقق الفوز خارج ملعبه على نادي اتحاد بسيون بهدف نظيف الضعفران يحقق المفاجأة ويفوز على نادي سيدي سالم الهابط حديثاً من الممتاز به ويفوز عليه بهدف نظيف وكذلك الحمول يقتنص نقطة سمينة من نادي المحافظة أو نادي كفر الشيخ بتعادل سلبي في هذه المباراة طبعاً ما ننسوش الناشئين عايزين نتكلم عن الناشئين في هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله طبعاً ما لها وما عليها ودويات الناشئين لأن فيه كلام كتير عايز أتكلم فيه لأن طبعاً شكل المسابقات بيضار في منطقة القاهرة بشكل مختلف جداً ويوجد به سلبيات كثيرة طبعاً منها طبعاً على سبيل المثال وليس الحصر لعب المباريات بالقوائم يعني عض التعليمات للحكام لعب المباريات بالقوائم لأن الكارنهات متأخرة ما طلعتش منطقة القاهرة طبعاً وفيه حكام امتسلت بالأمر بلعب هذه المباريات بالقوائم وطبعاً حكام رفضت إنها تلعب بالقوائم لابد من اللعب بكارنهات الاتحاد المصري لكرة القدم طبعاً ديت سلبية ويا ريت السلبياتية ما تتكررش طبعاً فيه ضغط احنا عارفين إن فيه ضغط على منطقة القاهرة لكثرة الأندية لأن هي الأم ولكن ما بدأش الدوري إلا بالصخرات جميع الكارنهات لجميع المراحل السنية المختلفة لجميع الأندية وطبعاً ما فيش مشاكل لما تأجل أسبوع أول واسبوع ثاني واسبوع ثالث لكن بالشكل السخيف هذا لا يصح في منطقة القاهرة الأم لكرة القدم حنطلع لفاصل ونعود ومعي ضيفي كابتن أحمد شكري مدرب بنادي المصري المطروحي حنطلع لفاصل ونرجع لكم إن شاء الله ورجعنا لكم الثاني مرة أخرى طبعاً معي في الاستوديو الكابتن أحمد شكري مدرب بنادي المصري الرياضي بمحافظة مطروح ألسك أترح أه بركي حديث حمد الله حمد الله حديث أكدر طبعاً إنت عامل شغل كويس طبعاً فرقة محترمة لعبت طلع الجيش لعبت فرقة الدوري الممتاز لعبت الزمالك عندك مباراة تقريباً غداً مع مين أه حرص الحدود إن شاء الله إن شاء الله موليد ألفين في استادي الماكس بإذن الله طب كويس جاهز يعني المباراة إن شاء الله كويس المباراة دي كويسة قبل انطلاق الدوري بمحافظة مطروح طبعاً إحنا علمنا إن في أربع فرقة طبعاً موليدين في مطروح في قاهرة ممكن يلعبوا آه بالفعل موجود أربع عندها في القاهرة منهم نادي الوداد نادي الترابجي نادي أهل الدبعة نادي ترسانة مطروح نادي المص يعني مجموعة كويسة ممكن الحكام تيجي زي كل سنة آه ممكن الحكام تيجي هنا تشرفنا في القاهرة ونلعب مطشطنا في القاهرة طب كويس دي حاجة برضو كويسة برضو آه دي حاجة المنطقة بصراحة يعني سامت فيها مع اللعيبة لإن وفرت عليهم مشاقة وفرت عليهم تعب برضو اللعيبة في الدراسة بس الحكام طبعاً من محافظة مطروحة ومنطقة مطروحة دي برضو حاجة كويسة مالا للسفر والأهراق ولكن الأدوار دي ده الأدوار التمهدية لكن في الأدوار النهاية لا طبعاً هتسافر باللعيبة آه لأن طبعاً جميع المسابقات أو معظم مسابقات مؤهلة للدورة وخطاعات بحرين تمام طيب سريعاً كده نقول تشكيل الأجهزة الفنية بنادي المصري أرياضي بمحافظة أو بمنطقة مطروح رئيس قطاع الناشئين كابتن محمود درويش مدير فني موليد تسعة وثنين الكابتن رأفة محمود ويساعده الكابتن وسام أيمن مدرباً عاماً موليد ألفين كابتن أحمد شكري ويساعده الكابتن عبد المنع محمد موليد ألفين وواحد مديراً فنياً الكابتن سعيد حسين ويساعده محمد حسن موليد ألفين واثنين مديراً فنياً الكابتن هيبة محمد ويساعده سعد حسن موليد ألفين وثلاثة مديراً فنياً الكابتن محمد صلاح ويساعده الكابتن سمير عطالة موليد 2004 الكابتن بدر محمد مديرا فنيا والكابتن ربيع علي مدربا عاما موليد 2005 مديرا فنيا الكابتن علي درويش ويساعده الكابتن أحمد رجب مدرب حراس المرمى الكابتن مصطفى جابر والمستشاري الإعلامي الإعلامي الكبير الكابتن فريد الجزار مستشارا إعلاميا لقطاع النادي المصري أرياضي بمنطقة مطروح طيب أبما نخش في قطاع الناشين بنادي المصري معنا الكابتن وجدي علوى مراسلنا من محافظة الشرقية كابتن وجدي أخبارك الحمد لله تمام كابتن أحمد طبعا تحياتي لك وإلى أخويا كابتن أحمد شكري وقدام الناس على هوا بعتزلك على الغياب على الفتر اللي فاتت وبإذن الله من كمين المسيرة مع بعض خيال الفترة القادمة لو أنا بقولك في الهوا في خصمة كابتن أنا تحت أمرا كابتن لاي حاجة يا كابتن طيب آخر الأخبار والنتائج للقسمين الثاني والثالث كابتن وجدي علوى قبل حضرتك وقت نتائج القسم الثاني وبعض نتائج القسم الثالث بس قبل ما نخص لها كابتن حابب هنيك أنت وقطاع الناشئين والبراعم بنادي مدينة مصر الرياضي على النتائج اللي هو خلال الفترة الماضية أنا شاهد بسم الله ما شاء الله كل يوم انتصارات وانتصارات على فرقة كبيرة وعريقة بإذن الله تستمر الطفرة وأيضا نادي المصنع الحربي شاهد أن الفريق ماشي كويس جدا أتمنى بإذن الله يكون موسم خير على كل أندية كابتن أحمد لأنك أنت بصراحة بتجتهد وبإذن الله يكون التوفيق حليفك أنت وكل الفرقة لأنك بتعتمد على أجهزة فنية محترمة في كل الفرقة اللي أنت رأي لها أو مسؤول عنها إن شاء الله كابتن وجدي طبعا وحنصارت بعض النتائج للناديين إن شاء الله حبيبا كابتن أحمد عدنا في الشرعية بقسم الثالث أقيمت اليوم أربع مباريات في مباراة أنا كنت حاضر فيها مباراة بالبيس وغازل شبين حكم المباراة كابتن حسام نصران من منطقة شمال سيناء الغاءة بعد 20 ديام من بدايتها لسؤول الأحوال الجوية هو كان عاوز يكمل لكابتن أحمد ولكن غطول الأمطار المتواصل هو أدى إلى إلغاء المباراة وسيتم تحديد معد لها آخر نادي دار بنجم تعدل مع الشباب محمد العشين ديام كابتن وجدي العشين ديام كان سير المباراة ونتاجتها كان تعادل سلبي كان تعادل سلبي يا كابتن ما هو برضو لو كانت فيه فريق أحرز هذا ما أعرفش بقى الليحة ولا النظام كان يوم لا تعادل المباراة تعادل المباراة تمام تعادل المباراة كاملة ولا من وقت مواجهة لا لا كاملة ولا تحتسب النتيجة فاضح حتى لو أنهى قبل المباراة بدقيقة واحدة أعتقد لو كان لها في شوطة كابتن ممكن يعيد شوطة ولا هو واحدة كلها برضو لا 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 طيب كان من نتيجة كابتن فريدة اتفاضل كابتن الشبكة يبدو انقطع الاتصال سنعود مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله بالكابتن واجدي علوة مرسلنا من محافظة الشرقية والنشيط الصراحة يعني كابتن واجدي علوة من الشخصيات المحترمة نشيط جدا في عمله مستشار إعلامي بنادي مدينة نصر طبعا وعمل سوء يعني شوء إعلامي جيد في نادي مدينة نصر وفي الأمدية الأخرى طبعا كنا بنتكلمهم عن طبعا المباراة بعض الأراء احنا بنقوله لو المباراة أنهاها الحكم بتدخل خاري أو لعوامل خارجية قبل نهايتها بدقيقة واحدة لا يعتد بالنتيجة ولكن تعاد المباراة حسب ما يتراء في اللواح والقواني طبعا كابتن أحمد سريعا كده بالنسبة لتشكيل للأجهزة الفنية مويد 2001 معاك أنتو الكابتن عبد المنعم محمد مويد 2000 أنتو الكابتن عبد المنعم محمد عندكم مباراة حرص الحدود ودي بقى إن شاء الله في اسكندرية ولا هنا في اسكندرية يعني إن شاء الله إحنا خريتنا مستعدة على أكمل وجه معنا مجموعة من اللعيبة كويسة طبعا نعايز أهم العناصر كده يعني نذكرها برضي ياخدوا حقها معنا العناصر اللعب عبدالله صالح ده لعيد مويد 2002 عبدالله صالح؟ أه حاجة باسم الله ما شاء الله يعتبر أحسن لعيب عندي في الفرق تمام مع إنو تصعد مع فرقة الألفين بس حاجة في نصف الملعب عبدالله السعيد طيب مين تاني غير عبدالله صالح؟ في معايا عالي إبراهيم باك شمال المويد 2001 حاجة عالية جدا طب كويس يعني في مجموعة برضو طريبة معايا مجموعة كويسة معايا لعيب سوداني اسمه حسيني طب سوداني ده يحق له القيد يحق ناشي ناشي برضو بيعامل معاملات الأجنبي ولا معاملات المصري لأ معاملات الأجنبي لسه ما سيجيش غادلوقتي لأ حاليا لسه 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 موجود موجود يعني على قواتكم يعني موجود معكم برضو النادي طبعا بيلعب بقسم ثالث يحق له تواجد لاعب فريقي أو لاعب أجنبي في القيمة الخاصة بالفريق تمام معانا برضو اللاعب كريم مهجازي باك يمين كويس جدا تمام معانا الفيرود معانا مصطفى من الشرقية كان متواجد معانا الموسم اللي فات في النصر التعدين معانا حارس المرمى أحمد برضو بتاع الشرقية طبعا عشان قلت النصر للتعدين نصر للتعدين طبعا الكابتن محمود درويش طبعا أنهى تعاقده كرئيسا للقطاع هذا الموسم الأسبوع الماضي وتم انضمامه لرئاسي قطاع الناشئين بنادي المصري بمطروح وتم التعاون في مكالمة هاتفية بينه وبين الجهاز الفني للفريق الأول على التعاون المثمر بين الجانبين طبعا اللعيب المميز من قطاع الناشئين حي الصعد للدرجة الأولى مباشرة وبيلعب قسم الثالث يعني برضو درجة قويسة ده حاجة قويسة وبعدين النادي بينافس على الصعود للممتازبة فعلا النادي الصعد قبل كده لدور الترقي مرتين متتاليتين طيب سريعا كده نتائج الناشئين بنادي المصنع الحربي طبعا طفرة جيدة بنادي المصنع الحربي الوافد الجديد لمنطقة الأسكندرية طبعا أول سنة كان يتعامل قطاع ناشئين والحمد لله بالعبير النتائج جيدة جدا بمنطقة الأسكندرية تصدر فريق التاسعة وتسين بنادي المصنع الحربي بعد فوزه الأخير على نادي المصري السكندري بأربعة أهداف أو مصري الحضرة طبعا مديرا فنيا الكابتن محروس في ليفل والكابتن علي عرفة والكابتن إيهاب التهامي نادي موليد ألفين طبعا فاز في مباراة أمس على نادي النوبي بهدف نظيف يدربه مديرا فنيا الكابتن علي عرفة ويساعده الكابتن إيهاب التهامي فريق الألفين واثنين حدوتة الأسكندرية والصاعد بسرعة السرق والحاصل على بطولة المنطقة الموسم الماضي كان في فرعة واحدة بس عشان أقولنا ما كانش فيه قطاع ولكن كان فيه فرعة واحدة اللي هي فرعة ألفين واثنين دي النواع الحقيقية اللي هي الفريق الأول والنادي المصنع الحربي طيب لسا بنقوله فريق ألفين واثنين طبعا معنا حاليا في مكالمة هاتفية الكابتن أحمد علي المدير الفني لمويد ألفين واثنين بنادي المصنع الحربي أهلا وسهلا كابتن أحمد أهلا وسهلا بحضور كابتن أحمد طبعا تصدر فريق الألفين واثنين بنادي المصنع الحربي أنت وجهازك الفني يعني شغل كويس طبعا خمس مباريات فوز كان آخرهم على نادي المعمورة بأربعة أهداف مقابل لشيك بثلاث أهداف آسف ثلاث أهداف ثلاث أهداف ثلاث أهداف تمام الحمد لله والله العظيم يعني احنا الحمد لله حضرتك معنا طبعا في المنظومة لعبنا أول ماتش وتاني ماتش وحضرتك طبعا جيك في الأول كنت معنا في الأول خالص لما جيت معنا وقلت لي الفرقة دي عدت تمرر معنا إن شاء الله ومعاك قوام فرقتك عادي ودعمتنا بلعيبة تانية والحمد لله يعني احنا ماشيين بخطوة متظمة والحمد لله يعني طب أهم اللعبين جابت أهم اللعبين والله احنا عندنا قوام الفرقة كلها الحمد لله يعني المميزين أو الأميز الأميز أنا عندي طبعا اتنين تحت الفرقة مميزين جدا جدا أسمعهم يا ضحقهم برضو زيزو زيزو آه معنا محمد صبحي واحمد باك الشمال ما شاء الله عليه ومصري وعبدو يعني إننا سرقة الحمد لله يعني كلهم كل واحد مميز في مركزه بس اللي هو الطب قوي يعني زيزو شيكا دول حاجة اللي هو المهارة الربانية إن شاء الله نشوفون في أحسن لندية بإذن الله المباراة القادمة أو المباراة القادمة كابتن أحمد كان عندنا تمرين نهاردة بنحضر لماتشي تصل وبعد كده المنتصر تمام وإن شاء الله جاهزنا للماتشي الجاي ده ماتشي مهمة أول من نسبة لنا لأننا كل ماتشي أخذينه الماتشي كاس صح كده تمام لأننا عندنا دلوقتي المجموعة بيأخذوا أول وثاني وثالث ودور واحد يعني لو أنا ما لعبتش على اللي هو ماتشي تكاس هتبقى من نسبة لنا يعني المسابقة دور واحد هي دور واحد أنا إن شاء الله كل ماتشي بنزله بنزله على المكسب بإذن الله أو على الآن أن أنا أتعادل لأننا ما فيش فرقة تعدين لا توقف معي بالتوفيق كابتن أحمد علي المدير الفني لموايد 2002 شكراً جرسياً كابتن أحمد طبعاً فريق جيد متصدر المجموعة الخاصة بيه طبعاً وذلك اللي هي المجموعة أو التصفيات المؤهلة لقطاعات بحري اللي هي قطاعات الأسكندرية وبحري طبعاً ما ننساش برضو منطقة أسكندرية بقيادة المدير التنفيذي الكابتن حسن إسماعيل طبعاً مجهود شقة طبعاً ده أمانة ما فيش أي خلاب بينهما بين الكابتن حسن إسماعيل ولكن الشغل واضح والشغل كويس جداً المباريات منتظمة ومباريات الناشئين بدأ مباريات الناشئين بداية من شهر 9 يعني قائر لسه بدأ 15-10 تعريباً أو يوم 17 لأدى بدأ من شهر 9 في أول 9 المباريات بشكل منتظم جميع الكابتن تم استخراجها للأمدية عكس القاهرة طبعاً انتظام جميع الحكام المسابقات ناجحة إذا كانت ناشئين أو برعاً بالنسبة لنكمل نكمل كابتن أحمد طبعاً فوز للألفين واثنين بخمس مباريات ومتصدرين نتيجة قويسة جداً ناشئين على قطة ستة بدون تعادل أوهزين طيب وكذلك برضو برضو نده لبقية القطاع ننساش قطاع نادي من القناة لا طبعاً ما ننسوش طبعاً الكابتن صابر محمود المدير الفني لفريق الألفين واثنين والألفين وثلاثة طبعاً متصدر برضو هو كمان بعد فوز الرابع على التوالي من أربع مباريات برصيد 12 نقطة متصدر بعد الفوز الأخير على نادي منارة الأسكندرية الليها فارس بعد بحققة فوز فيها بأربعة أهداف نظيفة طبعاً متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة طبعاً الكابتن صابر محمود ويساعده الكابتن هشام العزوم والكابتن عبد الكريم حجازي وعملين شغل كويس صراحة في القطاع أو قطاع نادي المصنع الحربي بجميع مراحل السنية طبعاً خسارة نادي أو فريق الالفين وخمسة الأخيرة بهدفين مقابل هدف طبعاً بغير كابتن أحمد كاقا فريق لسا بتكون فايز مارش وخصام مارش لسا الأولاد صغرين مواريد الفين وخمسة ولاجن الحمد لله نتائج طيبة وتصدر أكثر من ثلاثة فرقة في مجموعاته بدور منطقة الأسكندي دي طبعاً نتائج نادي المصنع الحربي ننساش برضو دور الكابتن جمال عبد الحميد طبعاً لما طبعاً مناش هننسوه ده لأن الكابتن جمال عبد الحميد اللي هو الكابتن جمال عبد الحليم الشربي المدير الإداري بنادي المصنع الحربي أول ما كوك لأن صراحة الراجل صراحة ياخد حقه لأنه محضر له قصيدة ولكن عشان بس إيه الوقت طبعاً سبع مباريات بيقاموا في خلال يومين بالكارنهاد في كل مباراة مباراة الساعة 11 بتنتهي روح مباراة الساعة 3 من إلى صراحة مجهود شق ومجهود يعني وافر وطبعاً من أفضل الإداريين بمنطقة الأسكندرية لقرب القدم كابتن أحمد طبعاً نادي المصري بعد ما أعلننا عن التشكيل لأجهزة الفنية الملعب اتمرنه فيه نحن حالياً إن شاء الله بنتمرن في البراجية تمام؟ على طريق المحور تمام فبداية من شهر واحد بعد الاجتماع مع رئيس 2 ناشئين أمس فقررنا إن إحنا اتدام من شهر 11 أسف تم نقل ملعب التمرين إلى بنها طب كويس يعني الملعب كويس أنا شفته في الصور وعملين اختبارات تقريباً آه فيه اختبارات كانت الجمعة الماضية بس اختبارات وقتها متأخر خلص يعني إحنا بسا بنعيب عن الناس ولكن تبدئين متأخر ولكن ولا عشان الدورة يسا ما بدأش نا إحنا دورة مطروح طبعاً آخر دورة بيبدأ على مستوى جمهورية مصر العربية تمام؟ عشان الملعب بين الكابتن مراجع والكابتن ممدوح والكابتن محمد خميس والكابتن آه طبعاً شوق شامخ طبعاً مجموعة كويسة جداً وقداروا آه مصابقات القسم السالس وكذلك الناشئين الصراحة لعبنا السنة قبل اللي فاتت في المعطقة المطروح كان دوري قوي جداً وكانوا عاملين شكل كويس وكان حلاء يعني كارنهات طلعة قبل بداية آه المباريات طبعاً نادي المصري الرياضي بمطروح مش مصري بورساية الطائمين أغدر وأبيض مفيش مشاكلة ولكن بنوضح للناس أن الطائمين أبيض وأغدر وده زي بتاع النادي المصري ولكن الولد بيمضي على نادي المصري محافظة أو منطقة مطروح صح عليش أنا متكلم على الهواء منعاً للتلاعب بالألفاظ وليس إلا تمام؟ لأن طبعاً إيه؟ ومن يعتقل له يجعل له إيه؟ مخرجة مخرجة طبعاً ما ننساش برضو الكابتن محمود درويش بنقرر طبعاً طرق نادي النصر للتعدين طبعاً اللعبة في أسوان وفي مشاكل طبعاً الأولاد لسه ما تعددش لغاية دلوقتي فطبعاً في مشاكل فالراج اللي قالك لا أنا عايز استقرار كنا عاجلين نعرف طبعاً يعني إيه سبب أنه ترك الكتوع برضو؟ ما بقى حاجة حاجة يعني خاصة بيه وبس هو طبعاً اعتذر للناس للناس محترمة طبعاً ومنعبلش من متهم ولكن طبعاً بعد المسافة الولد الروحي لعب في صعيد ماتش وماتشين والموسم انتهى طبعاً حرام طبعاً برضو متعيين المستشاري الإعلامي الكابتن فريد الجزار طبعاً معالقنا الرياضي بالتلفزيون المصري طبعاً تمتعيينه متشاراً إعلامياً طبعاً ما ننساش برضو نادي مدينة نص طبعاً لأن معانا إن شاء الله لعبين جيدين من لعيبة نادي مدينة نص إحنا قلنا اللعيبة اللي هي المميزة حننصرفوها على الهواء إذا كان في نادي مدينة نص أو نادي المصنع الحربي لندحقهم إن شاء الله بإذن الله حينضم بإذنها في الفقرة اللي هي مواهب على الطريق جبنا لعبين مميزين إن شاء الله حنصرفوه من أسماعهم بإذن الله بعد ما نخلص مع الكابتن أحمد الكابتن أحمد فيه أي سلبيات أو مشاكل بتواجه الفرق هو السلبيات الوحيدة اللي بتواجهت هنا كنادي مقيمة الكاهرة الملاعب يعني الملاعب في الكاهرة عليها ضغط جامد جداً ملعب البراجيل ده كويس؟ لا الملعب كويس نجيل صناعي ولا طبعاً؟ لا نجيل صناعي صناعي كنام موجود غرف على ملابس موجود مدرب لأولياء الأمور طبعاً كويس حاجة كويس الكيمة الإجارية عالية جداً المواعيد اللي هي متوفرة صعبة جداً يعني المعاد مثلاً الصبح لأنه عليه ضغط المغاريات لأنه عليه ضغط الحد الساعة واحدة بالليل فوحدات تدريبية موجودة وفي نفس الوقت الأولاد في مدارس فدي عاملة أزمة شوية بحيس أن الولد يعيب من المدرسة يعني دي السلبيات اللي بتواجهك أحيات التدريب مثلاً في وقت طبعاً في وقت المدارس وفي نفس الوقت كيمة الوحدة التدريبية مرتفعة شوية والله على كلمة الملاعب حقاً لبالك لأن طبعاً الأندية الشعبية أو الأندية اللي هي ظروفها تعبانة زي ما بيقولها أو إمكانياتها غير متاحة طبعاً حكام كتيرة مصارفها كتير ملاعب إجاراتها غالية طبعاً إحنا طبعاً في هذا المجال وعارفين ولكن طبعاً خلاص دي قرارات اتحاد كورة بالنسبة لبداية الحكام وكذلك قرارات مجلس إدارات ملاك الشباب أو اللي عندها بإيجارات الملاعب طيب أقولك أبتالي أحمد كده بالنسبة فريق فريق التسعة عصيين اللي معكابة الرقفة بدأ بالفعل المباريات يعني تواصله مع الكابتال الرقفة تعرفت إنه كان خاد لقاء مع الكابتال محمود دارويش رئيس القضاء حالياً أثناء تواجده في نادي النصف للتعدين واللقاء كان انتهى بفوز النصف للتعدين أربعة ثلاثة خاد برضو لقاء يوم السابط الماضي مع مركز شباب الشيخ غير وانتهى لقاء بالتعادل الإيجابي ثلاثة ثلاثة فبداية موفقة برضو بالكابتال رقفة وأنا كنت متواجد أثناء التمرين النهاردة بفريق التسعة وتسعين الكابتال رقفة كان عامل واحدة تدريبية عالية جداً مع اللعيبة كان فيه شغل في المرعة طبعاً في نهاية هذه الحلقة أو في نهاية الفرقة الفقرة بحب أشكر ضيف الكريم الكابتال أحمد شكري مدرب نادي المصي بالمطروح طبعاً ونستابل في فقرة مواهب على الطريق لعبين جيدين مميزين اللاعب محمد علوة واللعب أحمد مجدي اللاعبين بيلعبوا في نادي مدينة نصر حنطلع للفاصل طبعاً قبل أن نطلع للفاصل بنشكر الكابتال أحمد شكري تشاهدوا لنا حنطلع للفاصل ونعود بالفقرة الثانية فقرة مواهب على الطريق في فقرة مواهب على الطريق معي لاعبين مميزين اللاعب أحمد مجدي موليد 2001 أهلاً ونصلاً أحمد زاكرت أحمد 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 الله محمد رخي موار ومعايا حرص المرمى لفريق الألفين وواحد النجم أحمد محمد علو أهلاً محمد أهلاً ونصلاً مبركة محمد كله تمام؟ أهلاً ونصلاً طبعاً قطاع الناشئين بنادي مدينة نصر طفرة جيدة طبعاً الحمد لله تفوز جميع الفرق تسعة وستين على هدى حلوان بربعية والألفين وواحد على مين؟ على تربية التعليم بهدفين مقابل هدف اتنسة وبرتن واحد امين؟ طيب ماشي طبعاً بهدفين نظيفين وتصدق فريق الألفين وخمسة بعد فوز الكبير خمسة صفر تقريباً أو خمسة صفر كابتن مختار ناجي كسب مين احنا طعفشي؟ لا مش هامل تشبت مواتش بصراحة أبقى أنت أربعة لخمسة خمسة 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 طبعاً كويس عشان أقولت خمسة طبعاً عايز أتكلم بقى أحمل مجدي انت موايد ألفين وواحد ألفين وواحد أحيبت أننا بضعت في الأول في تلعب الشرطة خمس سنين لعبت في تلعب الشرطة خمس سنة أوه بعد كدر لعبت حمال العام لعبت صنع بعد كدر لعبت في ميهة نصر تباري خمس سنين ميهة نصر خمس سنين ميهة نصر خمس سنين يعني أنت لعب قديم طبعاً لعب مميز وطبعاً أنت أحرصت الهدفين بتوقع المباررة اللي فاتت صراحة ونجم كبير وزي ما وعدناكم اللعب المميز حيجي معي على الهواء ويصلف عليه الأضواء لإندحقه طبعاً أنت بدايتك اللعب كانت تحضر شرطة حلوان العام حلوان العام لعبت في ميهة نصر من نادي ميهة نصر خمس سنوات خمس سنين في الشرطة في صناح حلوان العام وخمس سنين ميهة نصر أنت من البراعم بقى أه من الصغر بقى مركزك أي بقى يا أحمر نص ملعب وصلت مهاجم أو مدافع لا مدافع مدافع صعب أحجم برضي حسن الكابتم يقول جوكر يعني آه تمام وأنت علوي حرص مارمو أقول بدأت لها من طلع الجيش أو السامة كتلية في طلع الجيش وبعدين من خمس سنين خمس سنين في شرطة برضو آه مع اللوى مصطفى الزفتاة اللي كان مساكني من رئيس الكطار وبعدين انت اللوى مصطفى الزفتاة كان رئيس الكطار برضو فتعادوا الشرطة معا خمبلان معايا يا كابت أبدا بني يتنصب أهوة حاليا نا السنة دي يعني فيه فيه اختلاف عن السنين اللي فاتت بأمانا هنا فيه طفرة إن شاء الله فيه طفرة إن شاء الله في النهاية منتعي جيدة معايا إن شاء الله طب أفضل مباراة لك يا أحمد يا أحمد كانت فيه أفضل مباراة لعبتها لعبتها في حياة كلها أف حياتك كنت برعب في الشرطة برعب بالأهلي تعد الشرطة والأهلي آه دي كانت افضل المباراة ilme Canadians وانت وكذلك افضل مباراة كانت افضل مباراة التحدي الشرطة والاهلي وانتحد الشرطة والطلاع الجيش 无HAdn قويل خدنا اول دوري ساعتها طيب الله كويس، اقولي أحمد كده بالنسبة عايز تبقى زي لعب محلي كده نفسي محلي زي طريح عامل طريح عامل، ها ها، لعب قوي جامد كده وعالميا بقى عالميا محمد بنيني، عشان وورده مصري وكده يعني ها؟ عشان وورده مصري وكده يعني فهوه، كويس وانت بقى في عرص المهمة محليا عواد، دوليا عالميا يعني تيريشتاجن ممكن بقى طيب كويس ربنا يكرمك كده وانشاء زي عواد حال اللاعبين سهموا بنتائج إيجابية مع فريقهم اللي هو موليد ألفين وواحد وطبعاً اللاعب أحمد مجدي لعب زو مهارة عالية وطبعاً لعب أداء رجولي في الملعب والأداء الرجولي طبعاً موجود أو بيحب يكون متوفر في اللاعب الديفندر اللي هو وسط مدافعة طبعاً وكذلك في حراس المرمى اللاعب محمد عواد اللاعب يا رب كنزة محمد عواد إن شاء الله محمد عيلوي طبعاً لعب حرس مرمى جيد جداً طبعاً طلع قوة كويسة مدرب حراس المرمى كابتن مصطفى جابر أثنى عليه سناءً حسناً طبعاً ومدير الفند بتاعك كابتن حسن كابتن حسن هاشم بوارده من الناس المحترمة المدرب كويس يعني عامل شغلة معه أحسن من الأول كثير يعني كنا رأى في كواتن الأول كانش بيجي التمارين كلام ده دلوقتي يعني فيه التزام دلوقتي والالتزام شرط النجاح صح ولا إيح طبعاً مدينة نصر هذا الموسم له شأن آخر طبعاً قطاع الناشئين زي ما قلنا تصدف فريق الألفين وخمسة من سلاسة مباريات فوز طبعاً وكذلك نادي كذلك مويد ألفين وواحدة ألفين وواحد طبعاً بعد فوز الأخيرة على نادي التربية والتعليم طبعاً متصدر طبعاً إحنا لسه في بداية الدوريات ولكن إحنا إيه منشجع اللعبة عشان دي النتائج الحقيقية بتاعتهم وطبعاً فوز التسعة والتسعين في لقائين متتاليين خارج ملعبه وداخل ملعبه طبعاً نقوله متصدر برضه هو كمان يعني الحمد لله بالعالمين كان كسب فرقة النوبي بأربعة أهداف نظيفة على ملعب نادي مدينة نصر في المنبرارة التي أقيمت أول أمس طبعاً إنتوا فيه متشاة بكرة ولا إحنا؟ بكرة عندما يجب ساعة 11 في الصبح بس فيه متشاة؟ فيه متشاة 22 عندما يجب ساعة واحدة دوري برضو الساعة 3 تريدها 23 انت لا بيجاكت فيه مطرة ولا إحنا؟ جاوه ناوه جاوه ساعة يعني فيه ساعة وفيه مطر كده؟ جاوه مطر استفدت فعلاً منه فيه إضافة استخدام من كابتن مصطفى وبرضو ما نساش فضل كابتن حسين أبو العيلة ودلوقتي بيدرب في العرب الكويتي تمام ودربي في طلع الجيش ده أول مدربي كابتن حسين إيه؟ حسين أبو العيلة أبو العيلة كابتن محمد مغربي ومدربي في الشرطة بيدرب بره برده دلوقتي اللي مرنوك تطلعه بره؟ يا مصطفى جيبه حيطلع برهه كمان يا وكابتن مصطفى برده هتلع برهه بيقول لي هتلع برهه راي ربنا وفاق يعني كل مرنوك تطلقي يطلع برهه؟ يتلع برهه بلا هتلع برهه انت رزق شويز بقى عايز أشكر كابتن سعيبت يا كابتن ده بدربني برضو من الصور كابتن سابدو بالعيلة؟ اه من الشخصية محترمة ومغرب كالجيش الجيش وبرده الكابتن سابدو بالعيلة من المدربين المطرمين كابتن من زي ما نوصم الصورة مسجد 2003 حاليا طبعا بن باريكلوب بفوزه أمس على نادي حرص الحدود في مدينة الأسكندرية طبعا من المدربين المميزين طبعا قولي يا علوة كده بالنسبة لتدريب حراس المرمى في النادي يعني فيه استفادة فعلا وفيه طفرة وفيه تدريبات جديدة فيه شغل جديد كابتن مصطفى بنزلينا شغل جديد بعمنا وهو متعب معنا وامكانيات فيه امكانيات يعني هو ساعدنا شوية بالإمكانيات فيه شغل جديد رمله وبدني مهتم بالبدني معنا برضو والفني وانا حاسد بفرع يعني حاسد بفرع برضو معنا طيب قولي كده أحمد المجدي بالنسبة نيه فريق الألفين وواحد فيه عناصر زمالكو برضو وفيه برضو ألف واثنين من ألف ساعة كابت معنا مصعدة من الألف واثنين إلى ألفين وواحد اللي هي كويسة وإحنا واحد برضو معنا كابتن لأي كويسين وما تقول لأسمعهم كده فيه برضو فيه مأيصارة وفيه برغيم مأيصارة كويسة عني مأيصارة ده مدافعة تمام لا بيش اللي هي حاجة من قوله تمام فيه برضو فيه بحجات وفيه وفيه محا عبد الوهاي يبدأ نس مرادة على جنبي بس الدروك كويسين الحمد إن شاء الله كده ننتظر النتائج بإذن الله طيب فيه ختم بقى هزي الفقرة بحب بقى يعني تحب تدين الفضل من بقى بحب أشكر طبعا والدي ومامتي هم رقفوا جنبي ترو أمر الحمد هم رقفوا جنبي كده معك أبو حميد وأنت أشكر أهل بيتي برضو تابع معي وقفوا من والدي الأختي لولدتي برضو نفس الكلام هو أختي ووالدي بالأخص ربنا وفقكم كده رب طبعا في نهاية هذه الفقرة طبعا حينضم إلينا اللعب لعب الفريق الأول اللعب أحمد خالد عبد المقصود لعب الفريق الأول بنادي مدينة نص هنطلع لفاصل ونعود إليكم سريعا ونضم إلينا اللعب أحمد خالد عبد المقصود لعب الفريق الأول بنادي مدينة نص أحد العناص الجيدة واللي طبعا إن شاء الله يكون له مستعب الباهر بإذن الله في نادي مدينة نص كمحطة أولى لأن اللعب طبعا من اللعب المميزين جدا في الفريق إزاك حابو حمود الجزياد الحمد لله يا جبب held أحكي لنا كده يا أحمد أنت كنت سريعا كده بدأت في أين أنا بدأت في ملادي شاباب مدينة نصر عندنا في الشرقية ولعبت في بنياتة اسمالية بنياتة اسمالية كم تلاعب ممتاز بي awareness تمام ولعبت في دلوقتي بلعب في مدينة نصر تمام يعني قولي بقى مركزك كده احنا عارف مركزك ومساكو لكن عشان الجمهور برضو عشان ايه مشاهدين تفضل انا كنت بلعب اصلا في الاول باكرايت تمام نعبت باكرايت ولعبت ديفندر ولعبت بلي ميكر تمام فكابتن يعني كابتن عمر شايف في اللي انا يعني المركز ده كابتن عمر خالب او كابتن عمر خالب هو لوظفك في اللي او شايفني ان انا ادي في المكان ده وان شاء الله يعني ان شاء الله بإذن مجحة اقول لي احمد كده يعني اخباري الفريق سريعا كده انتوا في انتظار الدور اللي هيبدأ ان شاء الله الاسبوع القادم بزناء اللي او را عتعملك اوه هدعب في اول حضاء شايفة اول حضاء اول حضاء شايفة اول حضاء شايفة تبدأوا هيد المباريات ان شاء الله بتاعتقل القسم طبعا انتوا طبعا يعني خلاص كده تم تزبيت التشكيل من قبل كابتن طارق الرمل وكابتن عمر خالد طبعا انا وقفوا على الركاز الاساسية للفريق انا سانات دي انا احس ان احنا هنعمل حاجة عشان انا يعني الفريق في امكانيات لا انت دي موفر امكانيات بالنسبة للدرجة الاولى او الفريق الاول لا بصراح في امكانيات وكابتن عمر عامل معنا شغل وكابتن طارق طارق الرمل اللي برضه عامل معنا شغل يبقى ان شاء الله هنعمل حاجة بإذن الله السنين تمام طب قولي كده يا احمد بالنسبة ليه يعني طموحك في المرحلة المقبلة انا ان شاء الله بإذن الله كده يعني نفسي يعني يعني اعمل حاجة في يعني اشرف بها اهلي ويعني والدتي ووالدي سواءك والملعب هو اللي هيحقق طموحك صح امام طيب بالنسبة ليه يعني اللي عمك طريقة مين في الدورة المحلي انا بحاول يعني اقلد عبدالله السعيد بس بتاع الاهلي UM بمجدع برميل انتوا بان عليك اهلا وصميم والله ايه انا زوار كوي تهامي قولي طيب بالنسبة الوضع الحالي بالنسبة الفريق الجيد ان شاء الله لا انا باذن الان بس انا مابدخل فاي مكان يعني بعرف اناذة يعني عاوز يعمل ايه او يعني تفاهم يعني اللي هو ايه حط في دمغه ان شاء الله اللي احنا يعني ان شاء الله يحمد باذن الله طبعا عشان جايب تأخر تماموا في الوقت يلا الحمد لله طبعا عشان المطرة الشديدة اللي عندكم في الشارع ايه كواس انت وصلت بالسلامة عشان تبايت عشان انت مدريب بكرة ان شاء الله صح يلا ربنا وفاك طبعا ما ننساش نادي مدينة نصر إن شاء الله بإذن الله حيبدأ مبارياته بإذن الله بداية من الأسبوع المقبل بالنسبة للدرجة الأولى وإن شاء الله بإذن الله سنوى فيكم طبعا بالتقارير الخاصة بهذا الفريق وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا بإذن الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته